أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم الحلقة توقعات ببيوت فعشان هيك اللي ما حطي لايك يحطه كومنت سؤال عندك سؤال يكتبه لسه أنا ما طبت ولكن برضو أنا تأخرت ووعدت ولازم أوفي بوعدي فعشان هيك يا ريت أنه اللي بحضر الحلقة يكبس لايك عنده كومنت يكتبه حاب يسأل عن سؤال يكتب ليه عشان نبلش نجاوب على أسألتكم الفترة الجاي بدك تشتيك بستيك بسيش بدك تعمل اللي حضر اعمل وبدك تحط دسلايك حط بس أنا حبي تذكر تذكير يعني خلينا نبدأ في حلقة اليوم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 14 أذار القمر ما زال موجود في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر رح يمكت القمر فيها لغاية الساعة 12 و50 دقيقة من مساء هذه الليلة له مساء يوم السبت 13-3 لا ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا احنا الآن في فترة خلوه مسار خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 11 و43 دقيقة مساء يعني بتوقيت الأردن ساعة 11 و43 دقيقة بعدها القمر بنتقل وبصير موجود بالحمل وحكينا أنه فترة خلوه المسار هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا بالنسبة للقمر حكينا أنه بده ينتقل للحمل وتأثيره من بعد منتصف الليل بتصير هاي الفترة على جميع الأبراج منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل الصبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون للي بحاجة لهذا الأمر إذا استدعى الأمر يعني وبرضو هاي جيدة الفترة لقصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية لدينا ثلاث زوايا فلكية والثلاث إيجابيات منهم موحدة بطيئة اللي هي أول زاوية اللي هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين نبتون وهي من الزوايا البطيئة بتبدأ أو ذروتها الساعة أربع وسبع دقائق صباحا بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين إلنا وهاي برضو بتجلب نوع من أنواع السعادة العاطفية والفنية وبتسمح للبعض بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بيزيد هاي من شجاعتنا وحماستنا وهذا يعتبر وقت مناسب للدفاع عن الأفكار وعن الحقوق والقيام بخطوة جديدة ولكن بدون عصبية وبدون حدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل ورأي رح تكون في تمام الساعة 6 و57 دقيقة مساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بما أن القمر موجود بالحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 16-3 رح يبدأ في تمام الساعة 43 دقيقة صباحا ورح يستمر إلى تمام الساعة 10 و56 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 34 و36 دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة 15% القمر في الحمل لغاية يوم 16-3 سعيد بنسبة 45% عطارد في الدلو حتى يوم 15-3 يعني هو في مرحلة انتقال الآن فعشان هيك شوي سعودة بتنزل هو سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر رح يكون موجود في البيت الأول عندكم ورح يكون في الحمل فأغلب النهار اليوم ثقتكم بأنفسكم كل ما اقتربنا لمنتصف الليل بتصير ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع من مصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أنه تجيك الفرصة لعندك حاول أنك أنت تذهب لعندها أو بحث عنها ما تضيع الوقت هاي الفترة تحمل بداية جديدة بالنسبة للبيت الثاني مسؤول عن الأموال طبعا اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو تجيك بعض الأرباح المالية ولكن ممكن تجيك بعض الدفعات اللي بتيجي بطريقة إما أنك أنت بتتفشش بالصرف الفلوس أو بكون عندك بعض الالتزامات وترتيب بعض المصاريف المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقها للفواتير أهم شيء أنك بالفترة هاي تقلل من المصاريف اللي بتيجي مفاجئة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة جدا اليوم تعطيك طاقة كبيرة للتحرك للإندفاع برضو عندك قدرة على الإقناع لكن أهم شيء أنك تبعد عن العصبية قدر الإمكان رغم أنه ما فيه خطر ولكن أنه العصبية واضحة حاول برضو أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة ما تتهور إذا عندك امتحان أو مقابلة اليوم الأجواء جيدة جدا ممكن برضو يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء بتحمل بعض المسئوليات اللي إلها علاقة بالبيت أو الطراب أو قلق على أحد أفراد البيت ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو المسائل العائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة اليوم ممكن يحمل لك شيء إلو علاقة إما بالتجميل أو إلو علاقة بالترفيه أو لقاء مع أحد الأحبة أو تواصل أو إيشي إلو علاقة بالغراميات بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا ممكن تخلي بعض الأعمال تتراكم عندك أو تزدحم الأعمال عليك اليوم فممكن تهم العمل معين إذا ما ركزت أو ممكن أنك تتابع بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالعلاجات أو بالمستشفيات أو بالأدوية أو بالأمور الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء ممكن يكون في بعض المناوشة أو هيكي مش مناوشة فتح مواضيع قديمة أو المعاتبة أو أشياء مثل هيك أهم إشي ضبط الأعصاب الأجواء جيدة لكل الأمور اللي بتتعلق بالشراكة العاطفية أو ما بينك وبين الأزواج أو على مستوى شركاء العمل أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتسبب المصاريف اللي بتيجي إما مصاريف استشفائية أو أمور إلها علاقة بالعقود أو أمور إلها علاقة بالبنوك اللي هي الأموال المشتركة انتبهوا حاولوا ما توقفوا على أوراق قبل دراستها وانتبهوا على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة جدا على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مناسبة إلها علاقة بتواصل أو بريد أو رسائل أو أوراق قانونية برضو الفترة هاي جيدة جدا برضو لبعض المصالحات بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء يعني بتقول لك حاول إنك ما تشوه سمعتك ما في داعي لأي خلاف أو جدال أو سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين أحد المسؤولين أو زملائك بالعمل برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه لعلاقاتك ومعارفك حاول إنك ما تهمل ممكن تنشط في بعض المسائل ولكن حافظ على سمعتك بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتعزز من الصداقات ولقاء الأصدقاء أو دعوا لقاء أو حفلة أو مناسبة أو ممكن تلتقي بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أو ممكن يساعدك بعض الأصدقاء في مسألة ما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء اليوم أحسن من الأيام الماضية لأنه أول إشيء زوايا إيجابية موجودة عندك في بيت المتاعب القمر ستتحرك وصار لعندك فمنقول إنه الأجواء إيجابية ولكن ممكن تحمل بعض القلق على صحة أحد الأحبة أو ممكن اهتمام بصحة أحد الأحبة الأهم من هذا أنك أنت تحافظ على راحتك برج الثور طبعا من ساعات منتصف الليل القمر بصير موجود في بيت المتاعب فعشان هيك الأجواء بتكون ضغط عليك نفسيا ممكن تشعر ببعض التوتر أو القلق أو ممكن هيك تحس بنوع من أنواع الوسواس انتبه حاول ما تشحن حالك بطاقة سلبية وفي نفس اللحظة بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على أمور مالية ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية أو الأرباح أو ممكن تهتم بأشياء مثلا إلها علاقة بتحسين الوضع المالي أو أمور مالية بحتي ممكن تحصل على هدية مثلا أو نوع من أنواع الدعم ولكن لاهم تقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا اليوم تعطي جو من العصبية أو الحدية حاول أنك تبعد عن النقاشات أو التوتر أو العصبية أو حتى الخلافات ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بأحد الإخوة أو أحد الجيران أو موضوع بتعلق فيهم وفي نفس اللحظة حاول إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة على المستوى العائلي والبيتي فيه نوع من أنواع الهدوء وممكن تتكشف لك بعض الأمور خلال هذا اليوم المواضيع العائلية أو تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات البيتية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء شوي ممكن تخليك حساسة شوي أو ممكن أنك هيك تستاء من تصرف الحبيب أو إهمال الحبيب أو تقاعصه مثلا حاول أنك ما تكبر الأمور أنت اللي طاقتك ضعيف اليوم فعشان هيك عندك قابلية أنك أنت تتصرف بأي تصرف ممكن يسبب إزعاج أو يسبب توتر أو يسبب خلاف ما بينك وبين الأحبة خصوصا ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم بمسائل إلها علاقة بأحد الزملاء أو ممكن أنك تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو الرقابة الصحية أو بعض العلاجات أو الأدوية أو شغلات كمراجعة الطبيب ولكن الأهم أنك أنت ما تهم العمالك برضو اليوم فرصة جيدة للعمل بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على بيت الشراكة فممكن تحمل سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو ممكن انزعاج أو بسبب إهمال الشريك الشريك بيجي شريك المال أو شريك العاطفي فعشان هيك يبدأ تضبط عصابك قدر الإمكان وبرضو اليوم حاول أنك تبعد عن النقاشات والحوارات لأنه أنت الأضعف بالفترة هيك بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة جيدة فممكن اليوم تحصل بعض الأموال اللي لا إلك أو أنك تهتم بتحقيق مكاسب مالية ممكن دعم من شريك أو دعم من الزوج أو ممكن تهتم ببعض الديون أو تحصيل بعض الديون أو بعض الأموال اللي إلك أو تجد أشياء كنت فاقدها من فترة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو إتمام بعض الأوراق القانونية أو المعاملات في منك ورح يهتم بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الأجواء جيدة ودعم لإلك بقوة حتى على مستوى المراسلات وأمور إلها علاقة بالسفر أو التواصل مع أشخاص زي ما حكينا خارج البلاد بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة جدا ودعم لإلك برضو بقوة اليوم على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم يكون جيد إلك على تقديم طلبات عمل أو مقابلات أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين أو زملائك بالعمل حاول أنك تضبط عصابة قدر الإمكان ما في داعي للإنفعال أو للتهور اليوم يعني حاول أنك ما تشوهش سمعتك اكسب الأشياء الإيجابية بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعلاقات الإجتماعية الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن يعني يظهر لك صديق أو دعم من صديق خلال الفترة هاي بشكل مفاجئ أو ممكن تحل مسألة بواسطة صديق لإلك أو ممكن أنه تنشط ببعض المسائل الإجتماعية طبعا مش كل موليد برج الثور رح يكون عندهم هذه الخاصية هم موليد العشرية نصف العشرية الثانية والثالثة هم أكثر المميزين خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا زي ما حكينا القمر صار واصل لبيت المتاعب فعشان هيك من هون ليوم الثلاثاء تطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تهدأ الوتيرة عندك أو نشاطك أو تحس ما عندك طاقة أو تتأخر النتائج البضائع المعاملات تشعر ببعض الخيبة هيك أو ممكن أشخاص يوعدوك بشيء ويخلفوا معاك بتظهر هاي الفترة بعض الخلافات أو الالتباسات وطبعك متقلبة مزاجك متعكر أهمش أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن أنك تخسر أكثر مما بتتوقع طبعا اليوم أنت برضو الأجواء أحسن عندك ولكن بدك تحاول أنك تنجز كل شيء مهم قبل ما نصل ليوم الثلاثاء لأنه القمر رح يكون انتقل لبيت المتاعب فرح يضغطك كثير فعشان هيك يستغل الفترة هاي في إنجاز كل الأمور المهمة قبل ما نوصل لفترة الإحباط حاول أنك أنت أي شيء مهم تستغل نشاطاتك الاجتماعية لقاءاتك تستعين ببعض الأشخاص اللي يدعموك بالفترة هاي على المستوى البيت الثاني الأجواء بتحمل بعض المصاريف أو الالتزامات المالية أو الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين الضغط مالي موجود ممكن مسائلي أو محاسبة أو فقدان بعض الأموال اللي لألك حاول قدر الإمكان ترتب وضعك المالي تبعد عن المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وعند قدرة على الإقناع والنقاش ولكن ممكن شوي عصبيتك تكون موجودة فعشان هيك بدك تنتبه ما في داعي لإثارة الخلافات أو الصدامات يعني ما تكون عنيف بالفترة هاي وحاول إنك تكون واضح ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران اللي عنده امتحانة ومقابلة اليوم ما بكون الوضع ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع ففي مسألة إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة ممكن شوي توترك أو ترهقك أو تخليك شوي متقلب المزاج ممكن تحتد أو تعصب بسوء تفاهم عطل معين خلاف نقاش يعني حدث منزلي ممكن اليوم شوي سبب لك نوع من أنواع التوتر بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا نقدر نحكي اليوم أحسن من الأيام الماضية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ولكن ممكن سوء تفاهم أهم إشي أنه هاي الفترة جيدة أنك تتراجع عن قرار سابق أو ممكن تصليح بعض الأمور اللي انكسرت أو صار فيها سوء تفاهم في الأيام الماضية ممكن يصير فيه حوار أو تقارب ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل دير بالك على عملك حاول أنك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وبرضه بدك تنتبه على صحتك ما تهملها نهائيا ممكن اليوم يحملك سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء أو عمل مثلا تعاني منه ببعض الصعوبة بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي اليوم أحسن برضه بتحمل نوع من أنواع الأجواء السلمية كمصالحة أو مكاشفة أو تراجع عن قرار سابق أو حل مسألة ما بينك وبين الشركاء إن كان شريك مال أو شريك عاطفي الأهم أنك تبعد عن الخصام والخلاف لأن الفترة هاي مش لمصلحتك بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة بدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع ممكن الفترة هاي تحمل بعض المصاريف إما المنزلية أو الاستشفائية حاول قدر الإمكان أنك ترتبها بشكل جيد حاول برضه أنه ما تكفل حد وما تضمن حد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد على مستوى اللي عندهم امتحنات جامعية أو دراسة أو سفر الأجواء هاي ممتازة جدا بتحافز كل الأمور اللي إلها علاقة بالبيت التاسع وبتكون إيجابية جدا أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بدك تنتبه يعني حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخوض بأمور شوي ممكن تكون سلبية أو أنه تسبب لك خلاف أو مع رؤسائك بالعمل أو شيء العلاقة بالعمل مثلا مشكلة وفي نفس اللحظة ما تخالف القوانين وما تدخل بمواجهات مع رجال القانون حاول تكون حذر ما تشوه سمعتك بالنسبة لبيتك 11 طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن تشارك في حفل أو مناسبة سعيدة تقدر اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون خصوصا ما بينك وبين الزملاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة هنا ممكن أنه شوي هيك يصير فيه نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة أو تخوف من أمر ما ممكن تهتم ببعض المسائل الغيبية ولكن حاذر أنه ممكن هاي الفترة ما تكون مناسبة لأي شيء بالخفاء يعني ممكن أي شيء ينكشف ممكن أي أمور يصير عليها مشاكل ممكن حد يتآمر عليك بالخفاء فبدك تكون حذر من هاي الأمور أهم شيء أنك تنتبه على صحتك غذائك راحتك هاي أهم الأمور برج السرطان طبعا وضع القمر بما أنه بشكل زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك الفترة هاي بتكون يعني فيها نوع من أنواع الضغط النفسي أو القلق أو الوسواس حاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بحالة الاكتئاب أو الوسواس بالفترة هاي وفي نفس اللحظة ما تعتمد كثير على حدثك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض الأمور المالية وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأموال لا إلك ممكن تحصل على هدية أو جائزة أو نوع من أنواع التكريم أم إشي أنه الفترة مش جيدة لصرف الفلوس رغم أنه في أرباح بالفترة هاي أو مقبوضات مالية منكو القلة ممكن أنه يلجأ لصرف الفلوس بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات المواصلات النقاشات الحوارات الامتحانات اللي ما دون الثانوية العامة هذولة بدهم يكونوا حذرين ما يعتمدوا على الحظ نهائيا برضو على مستوى النقاشاتكم بتكونوا حذرين من العصبية وردات الفعل اللي ممكن أنها تكون سلبية وتسبب نوع من أنواع يعني الخلاف أو الجدل بالنسبة للبيت الرابع في مسائل إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو المسائل العقارية أو مسائل إلها علاقة بحل مشكلة منزلية ممكن أنك اليوم يعني تسعد بلقاء أحد أفراد العائلة أو تطمئن على أحد أفراد العائلة أو مسائل إلها علاقة بالبيت بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن شوي تحتد أو تعصب أو تزعل تذائق من تصرف الحبيب أو أحد الأبناء حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان ما تكبر الأمور وما تهول الأمور الأجواء مش جيدة لأنك تهولها أو تكبرها يعني بدك تضبط أعصابك وفي نفس اللحظة حاول أنك تناقش بهدوء ما تعتمد على الحظ كمان بالفترة هاي بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة لأمور لها علاقة بالعمل بالصحة إذا كنت مريض ممكن تشعر ببعض التحسن أو ممكن تهتم ببعض العلاجات اللي بتكون مجدة أو جيدة في منك رح يهتم ببعض المسائل لها علاقة بالعمل فالفترة هاي جيدة للتحالف مع الزملاء أو إنجاز بعض العمال أو حتى لعمل جديد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي شوي بتحمل لهم الأنواع الصعوبة ممكن ما تمشي الأمور مثل ما بدك أو يصير فيه خلاف أو نقاش أو حوار تحتد بسببه فعشان هيك يحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وما تكبر الأمور وما تهولها عشان ما تخرج عن السيطرة ويصير خلاف كبير ما بينكم فعشان هيك ابعد عن أي خلاف بتعلق بالزوج بالزوجة بشريك المال أو حتى بالمواجهات يعني ابعد عنها لأن انت الفترة هاي مش جيدة لأيلك بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة هي أمور العلاقة ببنك قرض ديون سداد ديون أشياء فاقدها ممكن تجدها ممكن تهتم بالغيبيات الفترة هاي الأجواء جيدة ودعمة لأيلك ولكن أهم شيء أنه بالفترة هاي تكون يعني مش هاي يعني إذا فيه عقد أو فيه مشروع معين حاول أنك تتداوله لأيام هاي مناسبة لهذا الأمر بالنسبة للبيت التاسع الأجواء على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والحوارات برضو صعب إذا كان عندك تنقلات بالسيارة انتبه شيك على سيارتك على أساس أنه ما يصير في أي شيء طارئ وفي نفس اللحظة ممكن تتعطل بعض المراسلات أو تتأخر أو ما تمشي مثل ما بدك فعشان هيك حاول أنك أنت تضبط عصابك وما تهول الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح اليوم بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباع سلبي عنك بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء هنا ضاغطة فاليوم ممكن أنه يصير فيه سوء تفاهم أو تنزعج من بعض الأصدقاء أو تقصيرهم معك أو ممكن أنه يعني ما تمشي الأمور مثل ما بدك ممكن اليوم حتى لو توجهت لك دعوة أو عزومة مثلا يصير فيه سوء تفاهم أو تنزعج من تصرف أحد الأشخاص أو حاذر من الخلافات ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة اليوم دعملة إليك بقوة فعشان هيك على المستوى الصحي والنفسي الأجواء جيدة فما في داعي للوسواس والقلق بالفترة هاي عشان هيك ابعد عن الوسواس والقلق إذا تتم بغذاءك أدويتك راحتك هاي أهم شيء برج الأسد طبعا اليوم من الأيام المميزة لإلك اليوم الطاقة عندك عالي جدا ممكن اليوم تنشط بأكثر من أمر ممكن الأمور الخارجية أو اللي خارج البلاد أو الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد هي اللي تهتم فيها أكثر الحضوض داعميتك على مستوى عاطفي ونفسي أمور مالية تقريبا الأجواء فيه نوع من أنواع الحظ بدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن بعضك يحصل على مكاسب مالية ولكن زيادة المصاريف هي اللي ممكن تربكك فعشان هيك انتبه من المصاريف لزيادة وما تشربك حالك بمصاريف أنت مش يعني مش ضرورية فعشان هيك ما تندفع بالمشتريات بدون حساب حاول أنك تسيطر على حالك وعلى مصاريفك خلال هاي الفترة وانتبه على أموالك من السرقة أو الضيعة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة جدا دعميتك على مستوى النقاش والحوار عند قدرة على الإقناع والتواصل والاتصالات يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية استغلها ممكن اليوم تقدر تقنع بمشروع أو تناقش أو تروج لسلعة معينة الحظ بدعمك بشكل كبير ممكن يصير لك نوع من أنواع تعامل مع أحد الإخوي أو أحد الجيران اللي عنده امتحان أو مقابلة لأجواء إيجابية في منك رح يتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو بالأجهزة الإلكترونية بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن شوي تكون مزعوج من بعض التطورات أو الأمور أو المسائل أو الواجبات فعشان هيك شوي بدك تضبط عصابك ما تكبر الخلافات ما تكون عدائي أو تكون عصبي تفقد السيطرة على حالك في نفس اللحظة اتعاطى مع الأمور المنزلية بعقلانية أكثر بدون ما تفقد السيطرة على نفسك ممكن تهتم ببعض المسائل العقارية مشتريات أو ترتيبات أو بعض التصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطف اليوم الأجواء جيدة جدا ابتدعمك وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن تهتم ببعض المسائل الفنية أو التجميلية أو الفكرية والأدبية يعني الأجواء اليوم إيجابية على المستوى العاطفي وحتى على مستوى الحظوظ اليوم في دعم قوي بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يقوم أحد الأصدقاء بمساعدتك في عمل ما ولكن حاول أنك ما تهمل أعمالك وما تهمل صحتك يعني الأجواء ما زالت على المستوى الصحي بتعمل نوع من أنواع الإرباك فما في داعي أنك أنت تفقد السيطرة على الأمور الصحية أو على أمور الأعمال أو صير فيه معك خلاف في إحداهما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء جيدة وهي بتعزز وبتقرب ما بينك وبين الشريك بشكل جيد وبتعمل تقارب جيد فكري معنوي مصالحة حوار نقاش كلها هاي الأجواء إيجابية ولكن حاول أنك ما تدخل لأنه الفترة هاي لأنه القمر بالحمل بعمل عصبية ما تحتد وما تعصب بس هاي أهم النقاط بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فالفترة هاي يعني ممكن يخيب أملك بمسألة معينة ممكن يتأجل موضوع العلاقة بقرض أو دين أو سلفي أو عقد معين حاول لو حتى صار أنه موجود عقد عندك حاول تقرأ أو تستشير أهل الاختصاص ما تكفل حد ما تضمن حد بالفترة هاي وانتبه على أموالك من السرقة والضياء بالنسبة للبيت التاسع طبعا بتنشطه اليوم بشكل كبير في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر نوع من أنواع التعاون مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر اليوم بالاعتزاز والفخر أهم إشي أنك ما تستسلم وما تردخل شروط ما بتناسبك ناقش أهم إشي بمنطق بالنسبة للبيت العاشر بدك تكون حذر جدا على مستوى بيت السمعة فحاول قدر الإمكان ما تشوه السمعتك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر حاول أنك ما تدخل بخلافات مع المسؤولين أو زملائك بالعمل وما تهم الأعمالك وما تتأخر عن عملك هاي أهم النقاط اللي ممكن أنها تشوه السمعة حاول تبعد عنها بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء اليوم ممكن تنشط بمسائل العلاقة بالوضع الاجتماعي كلقاء أو احتفال أو مناسبة أو عزومة أو دعوة مثلا لمناسبة معينة أو وجبة غدا مثلا يعني الأجواء إيجابية وممكن يبادر بعض الأصدقاء بمساعدتك في مسألة معينة أو تنشط أنت بمساعدة بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يقولنا لك انتبه لصحتك انتبه لغذائك انتبه لراحتك انتبه لأعمالك وبرضو انتبه لبعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يستغيبوك أو أنهم يتآمروا عليك بالخفاء يعني يتعاملوا معاك هيك يذاكوا عليك فبدك تكون حذر من هاي الأمور برج العذراء طبعا القمر تحرك من مقابلكم ولكنه ما زال في درجات المقابلة بما أنه في البيت الثامن فعشان هيك الأجواء شوي الطاقة اليوم أحسن من الأيام الماضية ولكن أنه على أمور معينة أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول تأخذ قصة من الراحة من وقت لآخر اهتم بطاقتك قدر الإمكان وما تخلي الوسواس يسيطر عليك والأفكار السوداء أو الاكتئاب بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى المالي اليوم بيحمل لك بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية الأوضاع الجيدة لا هاي الأمور فتحرك عشان تستفيد منها مش تظل نايم في البيت وتقول ما صارش هذا الإشي فهاي الأمور بدها حركة لأنه هذا بيت العمل الإضافي يعني الأمور اللي بتطلب منك جهد عشان تحصل منها مكاسب الأجواء بتحمل اليوم نوع من أنواع الإيجابية في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتقول لك انتبه ما تندفع ما تتهور انتبه أثناء القيادة إذا كان عندك امتحان مدرسي أو عندك مناقشة أو حوار أو بدك تروج لسلعة أو بتشتغل بالإلكترونيات اليوم ما تعتمد على الحضوظ نهائيا كل اللي ذكرناه هذا بدك تكون حذر منه ما تبالغ وما تجازف واضبط عصبيتك اليوم بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيد اليوم بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو تنجز بعض الأعمال أو الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا على المستوى العاطفي بتعمل سوء تفاهم فممكن تحس أن الحظ بعيد عنك أو تخلى عنك خلال هذا اليوم وأنت أيضا ما تعتمدش على الحظ نهائيا خلال هذه الأيام وفي نفس اللحظة بدك يعني ممكن هيك تستاء من تصرف أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو تهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأبناء خلال هذا اليوم أو أحد الأحبة إما صحيا أو نفسيا أهم شيء أنك ما تبالغ في حضوظك بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو المهمة أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو بالعقارات الأجواء جيدة حتى على مستوى الأعمال أو تقديم طلبات للعمل الفترة هاي ممتازة جدا بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء هنا بتركز على مسائل الشراكة ممكن اليومين الماضي كان حامل يعني نوع من الخلاف أو الجدال أو الحوار اليوم بدك تنتبه أكثر يعني ممكن شوي تكون حامل في قلبك أو تحاول أنك بدك تراجع الشريك في موضوع أو تفتح مواضيع قديمة أو هذا حاول قدر الإمكان تبعد عن هاي الأمور ما في داعي لتهويل الأمور أو تكبيرها برضو بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أو خلي العلاقة روتينية بالفترة هاي عساس أنه ما تخسر بالنسبة للبيت الثامن الأجواء طبعا القمر بما أنه في البيت الثامن فبتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويذ بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لاوضاع الآخرين ولا أراءهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي قدر الإمكان بالنسبة للبيت التاسع ممكن يتأخر بريد أو مراسل أو أمر إلو علاقة بالخارج البلاد أو بأجانب أو بشخص مسافر مثلاً وإذا كان عندك سفر أو امتحان جامعي بدك ما تعتمد على الحظ بدك تعتمد على مجهودك الشخصي إذا كان عندك سفر اتفقد أوراقك أمتعتك سيارتك حتى انتبه أثناء قيادتك على الشوارع المفتوحة بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة الفرص جيدة لتعزيز علاقاتك على مستوى العمل أو مع رؤسائك زملائك إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو يعني ممكن إنه واسطى تلجأ له لأنه يمشي لك معاملة الفترة هاي برضو إيجابية على مستوى كل هاي الأمول بالنسبة لبيتك 11 طبعاً هنا بدك تنتبه من الأصدقاء أو سوء تفاهم أو خلاف أو حوار نقاش انزعاج من تصرف أحد الأصدقاء بدك تكون حذر خلال هذا اليوم حاول برضو في هاي الفترة إنك تضبط أعصابك لأنه ممكن يخيبوا ظنك أو ممكن إنك أنت تستامن تصرفاتهم بالنسبة لبيت المتاعب طبعاً الأجواء جيدة ما في أي خوف عليك يعني ما حد بيقدر يتآمر عليك بالخفاء بالعكس اللي بتآمر عليك بالخفاء أو بيكيد لك بالخفاء خلال اليوم هذا هو الخسران أكيد يعني فعشان هيك حاول أنك أنت تهتم بغذائك براحتك بنفسيتك وهذه أهم الأمور ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو أنك تحاول أنك تهتم بالأمور الغيبية أو بالكتب الخيالية أو بالقصص المغامرات اللي شوي بيكون فيها نوع من أنواع الخيال العلمي برج الميزان بما أنه القمر موجود مقابل لإلكم فالطاقة شوي بتكون ضعيفة عندكم بتحسوا شوي أنه نفسيتكم متقلبة الوسواس أو الإحباط ممكن يسيطر عليكم في بعض الأوقات لأنه الطاقة ضعيفة فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكم حاولوا أنك تختلطوا بالناس حاول أنك تغير الجو تقوم بأعمال روتينية بيكون أفضل لإلك خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن اليوم يكون في بعض المصاريف أو الدفعات أو ظرف مالي معين أو التزام مالي عليك خلال هذا اليوم انتبه من المصاريف لزيادة أو اللي بتفشش وبدفع الفلوس وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا جيدة للنقاش والحوار ممكن اليوم أنك إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة عندك سفر تنقلات الأجواء جيدة دعملة إلك بشكل جيد أهم إشي أنك أنت برضو اليوم في لك تعامل مع أخ أو جار رح يكون حاول أنك تكون بنقاشاتك موضوعي بدون عصبي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعمال المنزلية اللي بتطلب منك الاهتمام الزيادة وممكن يكون في بعض الأمور العائلية اللي ممكن توترك أو تسبب لك بعض القلق أو الإضطراب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا جيدة يعني ما بينك وبين الحبيب الأجواء ممتازة بتعمل تقارب جيد ما بينكم ممكن تهتم بأحد الأبناء أو تهتم بمسائل تجميلية أو أمور إلها علاقة بالترفيه أو بالأدب أو حتى بالفنون بمعناها الكامل على مستوى الحضوض ممكن تدعمك في بعض المواطن أو ممكن أنك اليوم تهتم بموضوع الحبيب أكثر بالنسبة للبيت السادس الأجواء على المستوى العمل والصحة بتطلب منك التركيز أكثر اهتم بأعمالك حاول ما تخلي الأعمال تتراكم عندك ما تهم الأعمالك ما تتغيب عن دوامك وفي نفس اللحظة اهتم بشؤونك الصحية لأنه الوضع الصحي طالما طاقة ضعيف شوي فبكون الأمور الصحية إلك أو لأحد الأحبة بيكون بدها نوع من أنواع الإهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم شراكات العاطفة أو شراكات المال يعني ما بين الأزواج اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن زي ما حكينا أنه بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع أو لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي ما في خوف عليك كثير يعني إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وحاولت أنك أنت تشحر حالك بطاقة إيجابية أم مش أنك تتجنب المشاكل وما تحاول أنك تتسلط أو تفرض رأيك على الأشخاص اللي بتتعامل معهم بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة اليوم ممكن يصير فيه مسائلة أو قلق على وضع مالي معين أهم إشي إذا فيه أوراق أو عقود أو أمور بنكية يعني حاول أنك تهتم في كل الإجراءات وفي نفس اللحظة إذا بدك توقع على أوراق راجعها أكثر من مرة ممكن تتعطل بعض المسائل المالية ولكن إجمالا ممكن بعد يوم الثلاثاء الأجواء بتصير أحسن أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات أو ممكن ترغب بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أمور العلاقة بالفلسفة بالدين بالامتحانات بالقضايا القضائية الأجواء جيدة ودعمة لك بقوة حتى على مستوى أمور العلاقة بالسفر برضو ممتازة بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة نقول لك حافظ على سمعتك عشان هيك قلنا لك أنه حاول أنك تبعد عن التسلط والمشاكل ومخالفة القوانين حاول أنك ما تدخل بأي خلاف أو جدال ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء وممكن يبادر بعض الأصدقاء بمساعدتك في أمر ما الأجواء تقريبا إيجابية على المستوى الاجتماعي عشان هيك قلت لك حاول أنك تخرج وتلاقي الأصدقاء أو تغير الجو أفضل من أنك تعيش بجو إحباط بسبب الطاقة الضعيفة أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تراقب وضعك الصحي وتراقب غذائك حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وبرضو ممكن تحمل النوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا بما أن القمر انتقل الآن صار في البيت السادس فمعناته شوي اليوم الأجواء ضاغطة بتكون عليك على المستوى النفسي مستوى الصحة مستوى العمل الأجواء تقريبا بتطلب منك شوي أنك أنت تركز بشكل جيد ممكن يصير عندك بعض الأخطاء إذا ما ركزت بشكل جيد وفي نفس اللحظة حتى على المستوى الصحي بدك نوع من أنواع الرقابة بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي جيدة فممكن تحصل على بعض المكاسب المالية أو الأرباح أو تهتم ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية للعمل الإضافي أو مستردات نوع من أنواع الدعم ولكن هي التقليل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد انتبه لكلامك حاول تنتقي كلماتك ما تكون جارح أو لاذع بالكلام في نفس اللحظة ما تعتمد على الحظوظ إذا كان عندك امتحان أو مقابلة انتبه أثناء قيادتك للسيارة أو بعض العطال اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة تقريبا تعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن تهتم بمسألة عائلية أو شؤون بيتية بشكل جيد في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي بتطلب نوع من أنواع الاهتمام زي مشتريات أو تصلحات أو ترميمات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم دير بالك من سوء تفاهم ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو زعل أو عتب ما بينك وبين أحد الأحبة أو ممكن خلاف يصير ما بينك وبين أحد الأبناء بدك تنتبه من هاي الأمور الأجواء عندك شوي فيها نوع من أنواع الضغط النفسي فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول أنك برضو أنه ما تدخل بأي خلافات مع الأحبة ممكن تحملها قلق على أحد الأحبة هاي الفترة بالنسبة للبيت السادس طبعا القمر صار بالبيت السادس بدك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذاءكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أنه الفترة هاي رح تكون سهلة عليك بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات مهما كانت بسيطة حاذر برضو من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشركاء ممكن سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو ممكن أنه يصير فيه خلاف أو فتح موضوع قديم أو ممكن أنه يعني شوي هيك تحس في جو في نوع من أنواع العصبية أو عدم تفاهم ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة فهذا بتطلب منك الحذر ما تبالغ وما تجازف بردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة الأجواء جيدة وهذه بتعمل تقارب جيد على مستوى أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو السلف أو الاهتمام بمردودات مالية أو ممكن أمور إلها علاقة بالضريبة أو البنك أو قسط معين الأجواء جيدة ودعمة على هذه النقطة بالنسبة للبيت التاسع ما تبالغ بحضوظك نهائيا إذا عندك سفر أو عندك اتصالات بعيدة بدك تكون حذر وفي نفس اللحظة اهتم إذا كان عندك امتحان ما تعتمد على الحضوظ خصوصا لامتحانات الجامعية ممكن يتعطل لك أمر إلو علاقة بمراسلة أو ممكن يجيك خبر من خارج البلاد أو خبر مثلا يزعجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة الأجواء جيدة بتدعم من علاقتك ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل ممكن تستغل بعض الشخصيات في مسألة معينة أهم إشي أنه حاول قدر الإمكان أنك ما تجازف بالفترة هاي خلي التقارب وركز على أعمالك بشكل جيد بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية الجو ممكن اليوم يفتح موضوع إلو علاقة بأحد الأصدقاء أو خلاف أو جدال أو سوء تفاهم ممكن الفترة هاي زيد شوي ولكن أنت اللي رح تكون ملام في الموضوع هاد أنت الحلقة الأضعف فعشان هيك بدك تنتبه على أساس أنه ما تكونش أنت الخسران وفي نفس اللحظة إذا في أي معاتبة أو أمور في إلها علاقة بالمواجهات أجلها بدون عصبية لأنه وضعك أنت ما بسمح للمواجهات بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء تقريبا جيدة على المستوى الصحي والنفسي أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبعد عن الوسواس في منك ورح يهتم ببعض المسائل الغيبية أو الأمور اللي إلها علاقة بالعبادة أو بالدين أو بالأشياء اللي فيها نوع من أنواع المناجهة تقارب الديني جيد جدا بالفترة هاي لا إلكم برج القوس طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لإلكم خلال هذا الشهر لأنه القمر صار موجود بالحمل يعني بالبيت الخامس لإلكم فالقوة بتكون ممتازة والحضوط داعم لإلكم بقوة حاولوا أنكم تستغلوا الفترة هاي بشكل قوي على المستوى المالي على المستوى الاجتماعي على المستوى العاطفي فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الفرص الممتازة لا إلكم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء بتحمل بعض الفرص المالية ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن ممكن تكثر بعض المصاريف عليك أو بعض المتطلبات المالية كن حذر بمصاريفك بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الامتحانات والنقاشات والمناقشات وترويج لسلعة معينة أو لدعم معين برضو علاقتكم ما بينك وبين الإخوة والجران ممتازة جدا وبرضو ممكن تحمل إما خبر من بعيد أو أنك تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع طبعا على مستوى البيت ممكن شوي الأجواء تكون ضاغطة يعني بعض الاهتمامات البيتية أو صحة أحد الأحبة أو ممكن أمور إلها علاقة بالبيت أو العائلة هي التي تطلب منك التركيز أو الترتيب بشكل جيد خلال الفترة أو اهتمام بمسألة عائلية أو بيتية بالنسبة للبيت الخامس طبعا بتزداد رغبتكم فالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة أو للتسوية وكذلك لأمور التعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية قدرتك على الاستيعاب للأمور بتكون جيدة الفترة هاي إيجابية حاول إنك تستغلها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بس على المستوى الصحي عشان هيك يقول ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو أمور على مستوى العمل تيجي بشكل مفاجئ انتبهوا لأعمالكم ولصحتكم أو لصحت أحد الأحبة وما تهم الأعمالك مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة برضو الأجواء جيدة بتدعم من علاقتكم ما بينكم ومن بين الشركاء وبتحملنا هاي الأجواء مصالحة أو رفقة ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو بتتراجع عن قرارات سابقة الأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية الجيدة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة في نوع من أنواع الضغوط أو المسائلة أو القلق من وضع مالي معين ممكن ارتباط مالي أو محاسبة أو مصري في زيادة فعشان هيك حاول أنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض القلق المالي نظم أمورك بشكل جيد إذا بدك توقع على عقد أو على ورق مهم حاول أنك تستشير أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا جيدة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد حتى على مستوى امتحنات جامعية أو أوراق سفر معاملات كلها هاي أجواء إيجابية حتى إذا كان في قضية قضائية اليوم فالأجواء رح تكون لصالحك بالنسبة للبيت العاشر طبعا هنا الأجواء بتركز على بيت السمعة نقول لك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك لا تتأخر عن دوامك لا تدخل بمواجهات أو مشاكل ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو مع رجال القانون حافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على الأصدقاء في اليوم في تواصل جيد ما بينك وبين الأصدقاء أو لقاء أو دعوة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة ما أو أنت تبادر بمساعدتهم أو ملاقاتهم برضو من طرفك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا من يقول لك حاول قدر الإمكان أنك أنت تنتبه لصحتك وغذائك ممكن تحمل هذه الفترة قلق على صحة أحد الأحبة أو تهتم بأمور العلاقة إما بالمستشفى أو بياء طباء أو بنوع من أنواع العلاجات إذا كان الأمر بتعلق في أمور روحانية فما بنصحك بالفترة هاي أنك تلجأ للأمور الروحانية الأجواء مش مساعدة لإلك برج الجدي طبعا بما أن القمر موجود بالحمل يعني تربيع مع برجكم فهاي الفترة شوي بتكون فيها نوع من أنواع الضغط مش هالضغط الكثير لأن القمر سعيد بوجوده فعشان هيك بتكون تنتبهوا بس من عصبيتكم ردات فعلكم ممكن شوي بعض القلق يصير معكو خلال هذا اليوم ولكن إجمالا الأجواء يعني فيها نوع من أنواع تقلب ولكنها مش خطيرة بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الأجواء جيدة جدا اليوم ممكن أنك تحمل لك بعض الأرباح أو المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو تعويضات أو هدايا أو نوع من الربح المعين ولكن ابعد عن المصاريف للزيادة بتكون أمورك ممتازة جدا يعني المكاسب بتيجي إذا أنت تحركت لها ما رح تجيك وأنتي قاعد في البيت بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة جدا شيئا ما على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات ولكن ابعد عن العصبية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بأخ أو جار أو لها علاقة ببعض المسائل اللي بتتعلق في اتصالات مواصلات تنقلات سيارة أجهزة إلكترونية حاول أنك تحافظ برضو على هدوءك يد ما بتقدر إذا عندك امتحان أو مقابلة ركز وما تعتمد على الحظ بالنسبة للبيت الرابع طبعا القمر موجود في بيت البيت فترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة تحتاج للمسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ولكن بهدوء بتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي إلها علاقة في البيت أو العائلة ممكن تتعرض لبعض المحاسبة وربما لتحديات أو نوع من أنواع الاستفزاز حاول أنك تضبط أعصابك بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي برضو شوي ممكن هيك تعمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الحبيب ولكن برضو رغم هيك ممكن أنه تفتح موضوع قديم أو تشتكي من إهمال أحد الأحبة وأحد الأبناء خلال هذا اليوم أو تحمل لك نوع من أنواع القلق والتوتر على هاي المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى أمور لها علاقة بالعمل لها علاقة بمسائل بتتعلق بالصحة برضو جيدة ممكن عملي جديد أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو إنك بعض الأوراق والمعاملات تهتم فيها اليوم أو إشي بربط ما بينك وبين زملائك بالعمل الأجواء برضو ممتازة أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع بيعمل نوع من أنواع التوتر فالطاقة بتكون عندك ضعيفة شوي فممكن يصير فيه نوع من أنواع فتح مواضيع قديمة أو محاسبة أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وإبعد عن المواجهات قد ما بتقدر خلال هذا اليوم ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيد جدا يعني على مستوى قروض ديون بنوك أمور إلها علاقة بأموال مشتركة عقود كلها هاي أجواء إيجابية خلال اليوم ممكن تتمن بعض الأمور بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك أو يتأخر بريد أو مراسلة أو تنزعج بسبب خبر ما أو ممكن تضطرب بسبب إشي العلاقة بأشخاص خارج البلاد حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية برضو ومتى تغامر إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرسه تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ وإذا عندك سفر بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء سفرك من نقص أوراق أو تأخير أو شغلات من هذا النوع بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتعزز من سمعتك ومن علاقاتك ومعارفك وخصوصا من الأشخاص اللي ممكن يكونوا أصحاب منصب أو رؤساء أعمال أو زملاء ولكن أعلى منك بالمنصب الأجواء إيجابية وبرضو الفترة هاي ممتازة لتخديم طلبات العمل بالنسبة لإلك أما بالنسبة إلى بيتك 11 ممكن سوء تفاهم أو خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن أنه هيك تنزعج بسبب أحد الأصدقاء أو تصرفاته أو فضوله أو تدخله في شؤونك حاول قدر الإمكان تبعد عن أي سوء تفاهم ما بينك وبين الأصدقاء أو المكاشفات بالفترة هاي عشان إيش ما تكبر المشاكل أكثر أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء جيدة ما في أي خوف عليك الأهم أنك تنتبه بس لغذائك وراحتك ممكن تهتم ببعض البرامج الغذائية أو الأمور اللي إلها علاقة بمكملات أو أعشاب أو رقابة صحية بالفترة هاي أو زيارة أحد المرضى أو اهتمام بصحة أحد الأحبة مر جدا له طبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا ورغبة بالتحرك والاتصالات كبير عندكم اليوم قدرة وطاقة كبيرة فحاولوا تستغلوها بالأشياء الإيجابية بس أهم شيء أنك ما تعصب وما تخلي حد يستفزك أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي شوي ممكن بعضكم يعني يلجأ لصرف فلوس أو مصاريف الزيادة أو ممكن البذخ للزيادة أو يتفشش بصرف الفلوس في منكم ممكن يكون موعود بفلوس تتأجل ما تيجي معاه مثل ما بده انتبهوا على أموالكم برضو من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية لترويج عن مشروع بنجاح طبعا هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجحوا اليوم في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب ممكن يكون لك برضو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء ضاغطة شوي يعني ممكن تقلق من وضع البيت أو العائلة أو شيء له علاقة بالعقارات ممكن عطل في جهاز مثلا أو ترميم أو إشي من هذا القبيل بيجي بشكل مفاجئ أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم برضو يدعمك الحظ في بعض المسائل أو تنشط بأمور إلها علاقة إما بالتجميل أو بالترفيه برضو بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالصحة وإلها علاقة بالعمل ممكن ترتبك بسبب عمل معين أو يتراكم عندك بعض الأعمال أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن برضو على المستوى الصحي إلك أو لأحد الأحبة تقلق في هاي المسألة بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى الشراكي جيد جدا بيعمل تقارب جيد ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي لكن أهم شيء أنه ما تتسلط وما تحاول أنك تفرض رأيك وبدون عصبية بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة بتسبب نوع من أنواع الضغط أو التوتر ممكن تقلق بسبب وضع مالي معين حاول أنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو فقدانها أو من بعض المحتالين يعني مش أي شخص باستعطفك فأنت تكرم له حاول أنك تدقق في هاي المسألة لأنه سهل جدا أنه ينتصب عليك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات ممكن تفكر في مسألة إلها علاقة بالسفر الأجواء جيدة جدا وحتى على مستوى الاهتمام بالنقاشات والفلسفة والدين وامتحنات جامعية كلها ممتازة بالنسبة للبيت العاشر طبعا هنا بيت السمعة بيقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخوض بأي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول ما تتغيب عن عملك وما تدخل بأي خلاف أو نقاش مع المسؤولين عنك في العمل يعني بدك تنتبه من أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يضغط على سمعتك بالفترة هاي بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء لأجواء إيجابية ومناسبة للتلاقي مع الأصدقاء والمعارف أو دعمهم أو دعمك أو التعاون ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب يعني شوي في نوع من أنواع الضغط فانتبه لصحتك بشكل جيد واهتم برضو لصحة الأحبة اليوم ممكن صحة الأحبة تكون بحاجة للرعاية وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغيبيات أو بالعبادات أو بالأمور الدينية تقريبا برج الحوت طبعا اليوم طاقتكم أعلى اليوم تقريبا نفسية أحسن من الأيام الماضية تقريبا تستقر الأمور بشكل أوضح الفترة هاي بتشعر بنوع من أنواع الطمأنينة هيك وأنه في طاقة موجودة حواليك ورغبة للتحرك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فالقمر بده ينتقل مع منتصف الليل للبيت الثاني فبتصير الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية اليوم ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى النقاشات والحوارات إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضود وانتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن يصير بعض الأعطال في الأجهزة الإلكترونية أو الكمبيوتر أو جهاز التليفون أو السيارة فبدك تنتبه وانتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت تقريبا اليوم بتبلش تستقر الأجواء المنزلية والعائلية بشكل أوضح فتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة أو بيطمئن بالك من مسألة إلها علاقة بالبيت أو بالعقارات أو إنجاز إلو علاقة في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية بس هي اللي ضغطة سوء تفاهم أو قلق على أحد الأحبة ممكن شوي التوتر أو ممكن هيك نقاش أو حوار مع الحبيب أو مع أحد الأبناء شوي يخليك تفقد السيطرة حاول إنك تضبط أعصابك وحاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية لأنه عواطفك شوي بنقصها الحرارة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة تقريبا بتستقر الأمور بشكل جيد بالعمل ممكن تعزز علاقاتك أو يبادر أحد الأصدقاء بدعمك أو زملائك بالعمل وممكن برضو في نفس اللحظة على المستوى الصحي تشعر إنه الأجواء بلشت بشكل إيجابي وأحسن بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة الأجواء ضاغطة شوي ما زل في نوع من أنواع سوء التفاهم أو النقاش أو الحوار أو الجدال مع الشريك أو الشركاء شريك العاطفي شريك المال مع الزوج أو تصرفه بتصرف يعني فردي ممكن هذا الإشي يوترك خلال الفترة هاي حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتأجل المواضيع أو النقاشات بالفترة هاي عشان ما تكبر الأمور وفي نفس اللحظة حاول إنك تكسر قاعدة الروتين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة والأجواء إيجابية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو تسترد بعض الأموال اللي لإلك أو تعالج بعض الديون أو الأموال المشتركة يعني شوي الأجواء رح يتركز على هاي المسألة فاليوم يوم جيد لهاي المسائل حتى على مستوى القروض والديون والبنوك والتأمينات الضريبة هاي كلها أجواء إيجابية حتى الأمور اللي إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا ما زالت الأجواء ضاغطة على مسائل إلها علاقة بالسفر أو خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بتواصل مع أشخاص خارج البلاد أم تحنات جامعية معاملات هاي كلها لسه فيها بعض التعطيل يعني يوميا بتصير الأجواء أحسن أهم إشي أنك أنت ما تبادر بشيء بالفترة هاي وتعتمد فيه على الحظ بدك تعتمد على مجهودك الشخصي ممكن يجيك خبر من خارج البلاد أو من مكان بعيد شوي يزعجك بالنسبة للبيت العاشر تقريبا منقدر نحكي أن الأجواء جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى السمعة والفترة هاي جيدة لتقديم طلبات العمل أو المراسلات أو حتى المقابلات تعزيز علاقتك مع رؤسائك بالعمل أو زملائك اللي أعلى منك منصب برضو جيدة جدا إذا بدك واسطة أو شخص يدعمك الفترة هاي برضو تقدر تلجأ لشخص اللي يساعدك في هذا الموضوع الأبواب برضو مفتوحة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا منيجي على يعني بيت الأصدقاء شوي ضاغط فبيحمل سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وإبعد عن الخلافات والنقاشات يد ما بتقدر الفترة هاي مش مناسبة لفتح مواضيع أو لنقاش أو معاتبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وما في أي شيء أو خلق أو خوف عليك من أي شخص ممكن أنه يتآمر عليك بالخفاء بالعكس الأجواء جيدة على المستوى الصحي والنفسي ممكن هي فترة بس تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو ممكن أنه شوي أنت تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة إما بالراحة أو إلها علاقة ببعض الاستشفاءات بالعشاب أو مكملات أو أشياء من هذا القبيل تقريبا الأجواء بنقدر نحكي إنها هي لصالحك وبدأت لصالحك أفضل من الأيام الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء